موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خصائص شعر بشار بن برد وما موقف العلماء من شعره هل يحتج بشعر المولدين وعلى رأسهم بشار في اللغة والمعاني وكيف كان موت بشار بن برد سنناقش ذلك مشاهدين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من لسان العرب بعنوان بشار بن برد نهاية الإسلاميين ورأس المولدين أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في لسان العرب وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان بشار بن برد نهاية الإسلاميين ورأس المولدين نرحب مشاهدين الكرام بضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية حياكم الله دكتور أهلا بكم أهلا وسهلا مرحبا ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقبار الصناعية من اسطنبول بكتور إسلام ماهر عمارة أستاذ الأدب والنقضي في جامعة أولداغ التركية مرحبا بكم دكتور إسلام مرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا إذن نبدأ دكتور حمدي من هو بشار بن برد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانه للمدين وابع بشار هو بشار بن برد ابن بهمن والده برد وهو لقب له وليس اسما لقب نعم لأنه سوبيا في الجاهلية وكان العبيد يلقبون ببرد فلا يعرف اسمه على التحديد وبشار ولد سنة 96 من الهجرة على التقريب على اختلاف الروايات لكن ربما هذه الرواية الراجحة وتربى في بني عقيل وولد أعمى وقيل إنه أصيب بالجدري وصار أعمى بعد ذلك ويرجحون هذه الرواية على أنه كان يصف الأشياء وصفا دقيقا كأنه كان مبصرا له صفاته الخاصة بخلقته وصفاته الخاصة بخلقه بالنسبة للخلقة كان ضخما طويل القامة جاحظ العينين قبيح الخلقة أعمى وهذا بالنسبة للجثة بالنسبة لصفاته في إلقاء الشعر كانت له صفاته الخاصة في إلقاء الشعر يصفق بكلتا يديه ثم يتنحنح ويبصق عن يمينه وعن شماله ويقول الشعر ويقول قصيدته طريقة غريبة هذه طريقته يعني ربما نجد لا نجدها الآن عند الشعراء لا يفعلون ذهرك لكنها هذه ربما لظروفه الخاصة كان معروفا عنه بأنه سيء الخلق وكان هجاءا ويعني محبا للفحش وللذات نعم نعم كان حد المزاج يجاهر بالمعاصي عرف أيضا عنه التلون بالنسبة للمواقف في الأمور السياسية نعم وفي المدحة كان يتلون أيضا نعم يمدح الذي معه الذي عنده مصلحته يمدحه كان في الدولة الأموية يمدحه الخليفة الأموية العباسيين يمدحه يغير الأمور ويمدح العباسيين نعم هو يعد من المخضرمين من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية حتى لا يفهم من المخضرمين إطلاقا لأن لفظ المخضرمين إطلاقا يقال على الذين عاشوا فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام فهو من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية عاش فترة في الدولة الأموية وفترة طويلة في الدولة العباسية نعم من هنا دكتور إسلام مرحبا بكم مرة أخرى ما معتقدات بشار بن برد؟ نعم يعني بشار بن برد يهتم الناس عادة بمعرفة العقائد والمذاهب التي يلتزم بها أو يلتزمها هؤلاء المشهورين ولذلك كان بشار بن برد اتهم بالزندقة واتهم بالإلحاد واتهم بالكف واتهم بمعادات العرب أو بكراهية العرب وغير ذلك من الاتهامات مما يلحظ أن بشار كان لديه نزعة في حب ميراث أجداده من العجم وكان يمتدخهم ويعني تروى قصة كانت بينه وبين واصل بن عطاء وكان هو يحضر دروس واصل في البصرة وكانت هذه الدروس يعني لمناقشات تدور بين الدهرية وبين المجوسية وكان بشار يناقشهم ويحاورهم ويحضر في هذه المجالس بشار ولكن خلافا نشب بين بشار وبين واصل بن عطاء كان هذا الخلاف مرده إلى أنهم يؤمنون بأفعال الإنسان وأعلن بشار يعني تمرده وعصيانه ومعارضته لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوس مما أدى إلى طرده من البصرة ولكنه كان أيضا حريصا أشد الحرص على أن يظل متمسكا بميراث أجداده العجم فدائما كان يقول الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار هذا رجل لم يعرف إلا العربية ولم يترب إلا في وسط العرب ولم يتقلب إلا في أحضان هذه العربية ورغم ذلك هو دائما يفخر بعقيدة أجداده الذين كانوا في السابق ثم إنه يعني له أبيات أخرى يتحدث فيها بشيء من الاستهزاء والمجون ومثلا يقول إبليس خير من أبيكم آدم فتنبه يا معشر الفجاري إبليس من نار وآدم طينة والأرض لا تسمو سمو والنار ثم إنه أيضا يعني كان رغم حرصه على الصيام واهتمامه بشعائر الإسلام إلا أنه كان كثيرا لاستهزاء فمن استهزائه مثلا يقول بعض الأبيات وكأنه ينعى فيها أنه قد نحل جسمه وجسده من أثر الصيام فيقول قل لشهر الصيام أنحلت جسمي إن ميقاتنا طلوع الهلال إجهد الآن كل جهدك فينا سترى ما يكون في شوالي إذن كان بشار حريصا أن يلتزم أيضا هذان البيتان يدلاني على أنه كان حريصا على الاهتمام بالصيام والصلاة وغير ذلك من شعار الإسلام لكن مما يلحظ أنه كان أيضا له أبيات أخرى فيقول هل من رسول مخبر عني جميع العربي من كان حيا منهم ومن ثوى في الترب جد الذي أسم به كسرى وساسان أبي وقيصر خالي وقيصر خالي إذا ما عددت يوم النسب كملي وكملي من أب بتاجه معتصبي يسعى الهبانيق له بآنيات الذهبي لم يسق أقطاب سقا يشربها في العلبي ولا حدا قط أبي خلف بعير أجربي دكتور إسلام تسمعوني عندما أقاطعك نعم نحاول أن نختصر أيضا حتى دكتور حمدي نحاول أن نختصر دكتور حمدي ما خصائص شعر بشار بن برد بشار بن برد كان في نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية فعاش في فترة مزدهرة خاصة في فترة الدولة العباسية فلذا استطاع أن يمزج بين الأمرين وأن يهضم الحضارة الجديدة ويصوغ ذلك في شعره صياغة سهلة قريبة من الناس وهذا الاستعاب يعني جعله يقرب المعانية ويقرب ويجعل الألفاظ مفهومة لسامعيه برع أيضا بشار في التصوير الفني حتى إنه كان يصف الأشياء كأنه مبصر كان يفضل البحور القصيرة على البحور الطويلة ومع الحفاظ على البنية الشكلية القصيدة تميز بذلك نعم يعني حافظ على البنية الشكلية القصيدة ولم يغير فيها كما غير أبو نواس أو أبو تمام في موضوع النظام العمود الشعري القصائد الغزلية حسية فاضحة الهجاء في أشعاره كان واضحا ولذلك تحاشاه الناس وابتعدوا عنه وكان لذلك أثره الكبير على أصدقائه وغيرهم نعم هكذا إذن دكتور إسلام لو تذكر لنا أمثلة يعني باختصار لو تفضلت عن شعري بشار في مختلف الأغراض نعم يعني بشار كان له شعر غزير وكان فصيحا ذرب اللسان قوي البيان وله أشعار كثيرة وهو عد لنفسه أن له 12 ألف قصيدة يعني من هذه القصائد مثلا يقول أخوك الذي إن ربته قال إنما أربته وإن عاتبته لا نجانبه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئتا وأي الناس تصفو مشاربه ثم يقول يعني من ضمن ما يقول ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه ثم يهدي بيتين وبيتا مهما لربما هو يعني يصلح أن يكون لشعوبنا العربية التي ترزح تحت نير الطغاة الظالمين يقول إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه وكنا إذا دب العدو لسخطنا وراقبنا في ظاهر لا نراقبه ركبنا له جهرا بكل مثقف وأبيض تستسقط دماء مضاربه وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطي حمر ثعالبه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه وله أيضا أبيات أخرى في الفقر يقول أنا ابن ملوك الأعجمين تقطعت علي ولي في العامرين عماده وقال عن نفسه وهو الملقب بالمرعث يقول أنا المرعث لا أخفى على أحد وفي الغزل يقول مثلا من حبها أتمنى ألا يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها كيما أقول فراق لا لقاء له وتضمر النفس يأسا ثم يسلاها شكرا أيضا عضرا دكتور إسلام دكتور حمدي كيف كان موت بشار بن برد مات بشار بن برد في عهد الخليفة المهدي ومات مقتولا لأن الخليفة المهدي كان شديدا على الزنادقة فحمل عليهم حملة شديدة وكان من بين هؤلاء بشار بن برد الكان يوجاهر بالزندق يعني على خلاف بين الأبيات التي سمعناها فيها يعني تفضيل إبليس على آدم هذا فيه ما فيه تفضيل النار على الطين فيه ما فيه لكن فيه رواية يعني قالوا بعدما يعني عندما وجدوه يؤذن قبل الموعد وكان سكران فأخذ وجلد سبعين جلدة حتى مات لم يحتمل نعم لم يتحمل نعم لأنه كان في السبعين أو فوق السبعين في ذلك الوقت وفي تشيع جنازاته لم يخرج في جنازاته أحد خوفا ربما لأنه كان هجاء وكان بذيء اللسان فلم يستمنه أحد ولم تخرج خلفه إلا أما سوداء تنادي وسيداه نعم حتى يقال أنه كان يصرح ليس في الزندقة فحسب وإنما حتى في الشعوبية يعني لا أذكر هناك بيت يقول شطره أو عجزه وبعضهم مولى العريب فخذ بفضلك فافخري هو كان يفخر كثيرا بنسبه الفارسي وكان يعد من الشعوبيين بينما هو نشأ في بادية البصرة نعم نشأ في بادية البصرة لكن القلوب بيدي الله عز وجل نعم وعندما يعني ربما تربيته لم تكن تربية جيدة فأثرت فيه هذا التأثير طيب أتفضل دكتوري نعم هو قصة قالوا بعدما مات فاتشوا في الأوراق التي عنده فوجدوا أوراق أو المكتوب في هذه الأوراق بأنه كنت أريد أن أهجوه آل سليمان بن علي لبخلهم هؤلاء من الهاشميين يعني لهم نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتبين أن هناك قرابة تجمعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنعت إلا أنني قلت دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين حفى بالعفاريتي لا يوجداني ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروتي هذه تحسب له نعم هو الأمور يكون فيها كثير من الكلام وهو أفضل إلى ما قدم صحيح قبل أن نعود لدكتور إسلام إذن فلنتوقف الآن مشاهدين الكرام مع فقرة ديوان العرب وسعود إليك بعد قليل دكتور إسلام لكن الآن مشاهدين الكرام فلنتوقف مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع بشار بن برد إمام الشعراء المولدين بشار بن برد إمام الشعراء المولدين هو من المخضرمين إذ عاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية أولد أعمى وكان من فحول الشعراء وسابقيهم المجودين قال بشار بن برد على بحر جفى وده فزور أو مل صاحبه وَأَزْرَى بِهِ أَلَّا يَزَالَ يُعَاتِبُهُ خَلِي لَيَّ لَا تَسْتَنْكِرَ لَا لَوْعَةَ الْهَوَى وَلَا سَلْوَةَ الْمَحْزُونِ شَطَّتْ حَبَائِبُهُ إذا كنت في كل الذنوب معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحداً أوصي أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مراراً على القذاب ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه يخاف المنايا إن ترحلت صاحبي كأن المنايا في المقام تناسبه فقلت له إن العراق مقامه وخيم إذا هبت عليك جنائبه إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه وكنا إذا ذب العدو لسخطنا ورقبنا في ظاهر لا نراقبه ركبنا له جهراً بكل مثقف وأبيض تستسقي الدماء مضاربه وجيش كجنح الليل يرجف بالحصى وبالشول والخطي حمر ثعالبه غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبه كأن مثاراً نقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بن الملك خفاق علينا سبائب أهلاً بكم من جديد مشاهدين الكرام في لسان العرب وموضوعنا هذا الأسبوع بشار بن بورد نهاة الإسلاميين ورأس المولدين إذن الدكتور إسلام ما موقف العلماء من شعر بشار بن بورد؟ نعم موقف العلماء يعني كان مثلاً الأصمعي كان يحب شعر بشار ويقدمه ويذكر في كتابه فحولة الشعراء ما نقله بعد ذلك الأصبهان في أغانيه أبو الفرج يقول يعني بشار هو خاتمة الشعراء وهذه المقولة ذكرها في فحولة الشعراء وذكرها صاحب الأغاني أيضاً يقول بشار خاتمة الشعراء ولولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم وكذلك كان الأصمعي لما سأله أبو حاتم عن شعر بشار كان دائماً يفضله حتى إنه لا يفضله على شعر مروان بن أبي حفصة ويرى أن شعر بشار قد سلك في شعره مسالك ودروباً مختلفة أما مروان فقد اقتصر على أودية بعينها عبدها كثرة الطراق وسلكها غيره قبله وبعده أما بشار فقد سلك سبيلاً وتفرد هو فيه وكان أكثر تصرفاً في فنون الشعر وأفانين القول وهو أغزر وأكثر بديعاً من مروان ومن غيرهم الأصمعي كان دائماً يقارن بينهما حتى إنه لا يرى أنه يلحق بشاراً بالأعشى والنابغة ويقول بشار كالأعشى والنابغة ومروان هو كالحطيئة كزهير والحطيئة وبشار أشعر من مروان والجاحظ أيضاً رأينا أنه كان يفضل ويستشهد كثيراً في علم المعاني بشعر بشار ويرى أن هذا الشعر خليق بأن يؤدي دوراً مهماً خصوصاً في علم المعاني ثم إنه لا يذكر كذلك أنه يفضل بيته الشعري الذي يقول فيه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا يفضله على كثير من الشعراء الجاهليين الذين فعلوا أو شبهوا شيئين بشيئين كذلك يعني هناك بعض الأمور الأخرى الذي قالها مثلاً أبو عمر بن العلاء وهو يقول من أبدع الناس لما سئل من أبدع الناس فقال الذي يقول لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم روحي عني قليلاً وعلمي أنني عبد من لحم ودم قال فمن أمدح الناس قيل فمن أمدح الناس فقال الذي يقول لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي فلا أنا منهما أفاد ذو الغنى أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي انظر إلى هذا التركيب الجميل وهذا الذي يقوله يعني هذه الأبيات الأربعة هي كلها لبشار وبهذا أو هذه شهادة من أبي عمر بن العلاء لجودة شعر بشار نعم ربما هذه عبد دكتور حمدي اعتقد جارية كان يتغزل بها بشار نعم قبل أن أسألك أيضاً أن ذكر دكتور إسلام يعني قول الأصمعي وخصوصاً في بيت كأن مثار النقعي فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهوى كواكبه يعني هذا البيت الدكتور حمدي يحمل صوراً كبيرة كأنك تسمعه من مثلاً عمر بن كرثوم من شعر جاهلي نعم كيف تقيم بشار كما تفضل قبل قليل دكتور إسلام في الحقيقة بشار مثار جبل كبير نعم ولذا جعل كثيراً من العلماء بعد ذلك يحتجون بشعره حتى في اللغة والنحو يعني إن كان في الأول نعم يعني أخرجوه من دائرة الاحتجاج لكن وجدنا الجرجاني وهو من هو؟ عبد القاهر نعم الجرجاني يحتج بشعره نعم وجدنا الأزمخشري وتبعه الرضي للسراباذي يعني يحتجاني بشعر شعراء المطبوعين من القرن الثاني الهجري وعلى رأسهم بشار بن برد يعني يحتجون بشعر بشار 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 أبي تمام بشعر المتنبي وهؤلاء يعني فحول الشعراء في زمانهم ولهم مكاناتهم العالية وفي الحقيقة بشار بن برد يعني أنا قعدت فترة أوازن كيف بعلمائنا القدماء يمنعون الاستشهاد بأقوال بشار بن برد مع أنهم يحتجون بشعر إبراهيم بن هارمة بشار بن برد يعني ولس 96 توفي 168 إبراهيم بن هارمة قالوا في الرأي الراجح توفي 176 لماذا يحتجون بهذا ولا يحتجون بهذا أمر هل كان موضوع الأخلاق لها دورها يعني أمر أنا إلى الآن في حيرة حقيقة من هذا الأمر لكنهم كانوا متعاصرين يعني هذا عاش فترة في الدولة الأموية وفترة في الدولة العباسية وهذا عاش فترة في الدولة الأموية وفترة في الدولة العباسية ولكن لا يقارن إلا أن إبراهيم بن هارمة يعني قيل بأنه ولد سنة 70 أو سنة 80 أو سنة 90 على اختلاف في الروايات يعني أسن من بشار لكنه عاش فترة طويلة إلى زمان الخليفة هارون الرشيد يعني ولذا قالوا في الرأي الراجح توفي 176 ويحتجون بشعر ويقولون هو آخر الحجج كيف يكون هو آخر الحجج وبشار المعاصر له الذي توفي قبله لا يحتج بشعره والذي ينظر في شعر بشار وفي ديوانه وفي تشبيهاته وفي بيانه وفي لغته يجده من فحول الشعراء ذلك فضله كبار علماء نعم من الأصمعي وأبو عمر بن العلاء يعني تكفي شارت أبو عمر بن العلاء يعني أبو عمر بن العلاء في اللغة نعم يفوق الأصمعي والذي يروي عن الأصمعي أيضا أبو حاتم السجستان نعم نعم يعني فهؤلاء العلماء الفحول يفضلون شعره لكنهم ذكروا جزئية لولا أنه تأخر زمانه تأخر زمان إبراهيم بن هارم تأخر زمانه صح نعم ولذا الذين احتجوا إلى نهاية القرن الثاني الهجري في الأمصار والذي سنقوله بعد ذلك رأي مجمع اللغة العربية كانوا محقين لهذا طيب أيضا في دقيقة لو سمحت دكتور إسلام هل أحتج النحاء إذن بشعر بشار؟ نعم يعني لو قلنا إن جريرا رد على بشار ورفع من شأنه في هجائه فلقد تحكي لنا كتب التراجم أن بشار حاول مرارا أن يهجو جريرا ولكن جريرا أعرض عنه واستصغره وكان هذا يعني سبب كثيرا من الألم النفسي لبشار وكان يود أن يثبت بذلك مهارته ومقدرته الأدبية ورسوخه خصوصا أنه عاش أربعين سنة في العصر الأموي وكان يمكن أن يحتج بشعره من خلال هذا الرد خصوصا أن النحاتة احتج بشعر الفرزق وجرير ولكن لم يحدث هذا المهم أن النحاتة هم على ثلاثة أقسام في موضوع الاستشهاد بشعر بشار منهم من يعني يرى صحة نسبة هذه الأشعار إليه فيحتجون بشعره ومنهم من يرى تنازع نسبة هذه الأشعار إليه وإلى غيره وبعضهم يرى صحة نسبة الأشعار إليه ولكنهم أنكروها عليه إذن دكتور حمدي ما موقف مجمع اللغة العربية المصري من الاحتجاج بشعر شعراء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري العلماء قسموا قبل الحديث عن رأي مجمع اللغة العربية أذكر المشاهد الكريم بأن العلماء قسموا الشعراء إلى طبقات طبقة الجاهليين وطبقة المخضرمين الذين عاشوا فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام وهتان الطبقتان يحتج بشعر شعرائهما طبقة الإسلاميين وهذه الطبقة معظم العلماء يحتجون بشعر شعرائها إلا أن أبا عمر بن العلاء وكان لا يحتج بشعر الجرير والفرزق ويقول لقد حسن شعر هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياني برواية شعره ولكن هذا لأنه كان معاصرا له وكان لا يحتج إلا بشعر القدماء المولدون وهم الذين أتوا بعد الإسلاميين معظم العلماء لا يحتجون بشعرهم وخالفهم في ذلك أبو تمام وتبعه رضي الدين للسراباذي احتج بشعر أبي تمام الزمخشري وتبعه رضي للسراباذي احتج بشعر أبي تمام واحتج الجرجاني بشعر بشار واحتج بشعر المطبوعين أمثال المتنبي والبحتري وأبي تمام أما مجمع اللغة العربية فإن العلماء السابقين كانوا قد وضعوا للأمصار حدا للاحتجاج بالشعر وهو منتصف القرن الثاني الهجري مجمع اللغة العربية جعله إلى نهاية القرن الثاني الهجري في الأمصار أما غير الأمصار في البوادي إلى نهاية القرن الرابع الهجري لكن في جزئية بالنسبة لسيبويه هل سيبويه احتج بشعر بشار ما ورد في كتاب سيبويه من شطر شعري وهو البيت الشعري وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤتي نصحه بلبيبي الشطر الثاني الذي ورد في الكتاب الشطر الأول دون الثاني وهذا الشطر في الأصل هو لأبي الأسود الدؤلي وموجود في ديوانه صحيفة رقم 99 فإن وجد في شعر بشار ذكره أبو العلاء المعاري في رسالة الغفران وقال عندما قال بأن سيبويه اعترض على بشار في الوجلة والغزلة كنفس الرواية التي رؤيت عن الأخفش وجامع النون نينان لكن أبو العلاء المعاري في رسالة الغفران يرد هذه الرواية ويقول لأن هذه الأوزان وردت في الكتاب فكيف يرد ما ورد وكذلك نقول بأن الأخفش وهو الأخفش الأوسط هو راوي الكتاب فكيف تخفى عليه أمور هي موجودة في الكتاب فالرواية فيها كلام فإن كان بشار قال نفس الشطر فهو مقتبس من أبو الأسود الدؤلي وأبو الأسود الدؤلي يحتج بشعره لأنه توفي التسعة وستين هجري في الدقيقة الأخيرة دكتور إسلام لو سمحتم هل يحتج بشعر المولدين في المعاني؟ نعم يعني قولاً واحداً نعم لأن هناك يعني نحن ذكرنا فيما سبق أن الجاحظة قد استشهد بأشعار البشار وذكرها وكذلك عبدالقاهر الجرجاني ذكر واستشهد بأشعار له وهناك أمر متعلق رواه الأئمة عن الأندلسي في شرح بديعة رفيقه ابن جابر الذي قال علوم الأدب ستة اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وقال إن الثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العربي نظماً ونثراً لأن المعتبر في ذلك هو ضبط الألفاظ والثلاثة التي بعدهما وهي البيان والمعاني والبديع فيمكن أن يستشهد فيها بكلام العرب وكلام غيرهم لأن الأمر هنا متعلق بالعقل ولذلك قبل من أهل هذا الفن أن يستشهد بأشعار أبي تمام والبحتري وأبي الطيب وأبي العلاء وبشار وغيرهم وهذا مذكور في شرح عقود الجمان وفي الخزانة ما ذكره الأندلسي قد استفاض عن أئمة هذا الشأن المتقدمين منهم والمتأخرين في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفاً عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الدكتور إسلام ماهر عمارة أستاذ الأدب والنقد في جامعة أولوغ التركية حياكم الله شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم أما الآن مشاهدين الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد يخص بشار بن برد من أبو معاذ هذا؟ لا أعرف أحداً في الكوفة كنيته أبو معاذ ولا أنا؟ صفه لي ضخم الجثة طويل كفيف ومشدور الوجه آه هذه صفات بشار بن برد وبشار كنيته أبو معاذ لكن بشاراً في البصرة ما الذي جاء به إلى الكوفة في هذه الساعة؟ إذا كان هو فالأفضل أن نستقبله على باب الدار تكريماً لا هيا حسناً تعال يا عطا هو ابن مرد أبو معاذ بشار بن بشار بشار بن برد ظهر الفساد في البر والبحر أهلاً بك يا بشار أية ريح طيبة جاءت بك إلينا من البصرة يا بشار بل قل أية ريح خبيثة صدقت يا أبو معاذ صدقت هي ريح خبيثة حقاً فالسياسة وألعبها أخبث ريح تفسد علينا حياتنا نحن الشعرة لا تقل إنك وردت نفسك في مكائدها ليس منها مفر يا أبا زي ليس منها مفر فإن لم نورد أنفسنا فيها جرتنا هي رخماً عنها عين الحق والله فأنا لا شأن لي بالسياسة ومع هذا أبعدتني مدائحي في بني أمية عن مجلس المنصور وهذا ما جاء بي من البصرة ماذا تعني يا أبا معاذ أنا مولى كما تعلمون واتهمت بأنني من أتباع أبي مسلم أما وقد وقعت الجفوة بين أبي مسلم والمنصور فقد رأيت أن أتجنب خطأك يا أبا العطار وكيف علمت أن أبا مسلم قد جاء إلى الكوفة فقلت في لفسي هو لم يذهب عبثاً فلابد أن الصراع بينه وبين المنصور قد بلغ ذروته فأسرعت للمنصور تمدحه قبل أن تسفر العداوة بينهما ألست على حق هذا عينه أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في لسان العرب قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة البقرة الجزء الثاني نبدأ بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهدين الكرام في البيان القرآني إذن دكتور حمدي ما زلنا في سلسلة المتشابه اللفظي في سورة البقرة ونبدأ من قوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ هذا في البقرة وفي قوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ في البقرة أيضا ما الحكمة دكتور هنا من تقديم الشفاعة في الآية الأولى آية 48 في البقرة وتأخيرها في الآية الثانية 23 بعد المئة العلماء في ذلك لهم عدة اتجاهات نأخذ الرأي الذي يتناسب وهذا الموقف قالوا بأن الضمير في الآية الأولى يرجع إلى النفس الأولى اللي هي الشافعة وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا والذي يشفع يقدم الشفاعة على العدل الفدية والضمير في الآية الثانية يرجع إلى النفس الثانية اللي هي صاحبة الجرم وصاحب الجرم لا يقدم الفدية على الشفاعة لأنه ليس له شافع أو نفسه لا تكون شافعة لنفسه هذا يعني أقرب وأيسر الأمور للمشاهد الكريم أيضا دكتور في قوله تعالى وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ في البقرة الآية 49 وفي سورة الأعراف وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ في الآية 41 بعد المئة يعني القضية هنا دكتور في السورتين واحدة ولكن لماذا ورد في سورة البقرة نَجَيْنَاكُمْ بالتضعيف أو التجديد وفي العراف أنجَيْنَاكُمْ بالهمز لا التضعيف نعم في سورة البقرة الموضع أو السياق العام السابق لهذه الآية سياق تعداد نعم وتعداد النعم يحتاج يناسبه التضعيف نَجَيْنَاكُمْ نَجَيْنَاكُمْ نعم وبعدها يذبحون أيضا بالتضعيف بالتضعيف أما في سورة الأعراف فليس فيه تعداد نعم ولذا أتت بأنجَيْنَاكُمْ التعدي في البقرة بالتضعيف والتعدي في الأعراف بالهمزة في سورة الأعراف أيضا يقتلون نعم عندنا في يذبحون يذبحون نعم في البقرة يقتلون في الأعراف نعم فالتعداد النعم تعداد النعم لابد أن يبين لهم النعمة الكبيرة المناسبة التذبيح توضيح معنى القتل القتل إذاق الروح ممكن يكون القتل بضرب على الرأس أو بالخانق أو بأي شيء نعم لكن التذبيح فيه شدة فيه فضاعة صحيح فلتبيين النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل بأن نجاهم من التذبيح من التذبيح استخدمه يذبحون يذبحون لتتناسب مع تعداد النعم نعم نعم يذبحون يقتلون بدون واو بدون واو نعم الواو العاطفة غير موجودة بينما في سورة في سورة إبراهيم ويذبحون يذبحون نعم هنا في في يعني ما دلالة حرف العطف هنا ما دلالة حرف العطف في سورة إبراهيم نعم يعني جاء يسمونكم سوء العذاب ويذبحون يعني أولا بغير الواو بدل بدل نعم أما بالواء و يذبحون لأن في سورة البقرة و سورة الأعراف من كلام الله تعالى فلم يعدد المحن عليهم سبحان الله نعم أما في سورة إبراهيم من كلام موسى عليه السلام فعدد المحن عليهم و كان مأمورا بذلك و ذكرهم بأيام الله يعني هذا السياق على لسان سيدنا موسى في إبراهيم على لسان سيدنا موسى في سورة إبراهيم نعم فلازم يعدد المحن عليهم لأن الله عز وجل أمره بهذا ليس من نفسه وذكرهم بأيام الله فجاء بالعطف فجاء بالعطف لأنه تعدد محن أما في البقرة والأعراف كلام الله عز وجل والله عز وجل لا يريد أن يعدد المحن عليهم دعنا نتوقف إذا سمحت لنا دكتور مشاهدين الكرام فلنتوقف الآن مع فقر الصحيح القول عنوانها هذا الأسبوع ضبط أحرف المضارعة في الجزء الأول ضبط أحرف المضارعة أحرف المضارعة هي الأحرف الأربعة التي يبدأ بها الفعل المضارعة والتي يجمعها قولنا نأتي وهذه الأحرف تضبط بالفتح إذا كان الفعل ثلاثيا مجردا وبالضم إذا كان ثلاثيا مزيدا بالهمزة فإذا خلط المتكلم بين النوعين أدى ذلك إلى خلط في ضبط أحرف المضارعة أمثلة من الفعل الثلاثي المجرد يخطئ بعضهم بقوله لي يثنيه عن مواصلة طريقه بضمياء المضارعة في الفعل يثني وصحيح القول لي يثنيه بفتحياء المضارعة في الفعل يثني لأن الفعل ثلاثي مجرد ثنى يثني ومثل ذلك قولهم نلفت نظركم بضم نون المضارعة في الفعل نلفت وصحيح القول نلفت نظركم بفتح نون المضارعة في الفعل نلفت لأن الفعل ثلاثي مجرد لفت يلفت ونحو قولهم سيزيد الأمور سوءا بضمياء المضارعة في الفعل يزيد وصحيح القول سيزيد بفتحياء المضارعة في الفعل يزيد لأن الفعل ثلاثي مجرد زاد يزيد أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في لسان العربي وما زلنا في فقرة البيان القرآني ونذكر بموعها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة البقرة الجزء الثاني دكتور وصلنا إلى قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في البقرة بينما في الأعراف وفي الأعراف أيضا في نفس السياق ولكن في آل عمران دكتور ولكن أنفسهم يظلمون ما الحكمة في ذكر كانوا هنا في البقرة وفي الأعراف بينما في آل عمران عدم ذكرها في البقرة وأل عمران يعني كلام أو إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا في البقرة والأعراف والأعراف نعم في البقرة والأعراف إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا أما في آل عمران فهو مثل ضربه الله تعالى لأعمالهم بقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ولذلك لم تأتي كان يعني هي عامة ولكن في مثل مثل هنا عموم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله لم يظلم هؤلاء الناس ولكن أنفسهم يظلمون بينما في البقرة لأمران كما تحدث كانوا كانوا على أنه يتكلم عن قوم في الماضي نعم أما هؤلاء مثل والمثل إخبار هنا يتضح الفرق يعني نعم أيضا دكتور في قوله تعالى وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا وَإِذْ قُلُوا مِنْهَا حِيثُ شِئْتُمْ رَغَدَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ هذا في البقرة في الأعراف وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَاكُلُوا مِنْهَا حِيثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ يعني كما تلونا دكتور في البقرة وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا بَيْنَمَا فِي الْأَعْرَافُ هُنَا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا نعم نعم أول شيء يعني ادخلوا في البقرة اسكنوا في الأعراف والدخول يعني عام يعني ممكن يدخل ويسكن ممكن يدخل ولا يسكن يعني الدخول هنا أعم أعم بخلاف السكنة سكنة دخول مع قرار نعم ولذا في الأعراف تبيين وتوضيح لما هو عام في البقرة ولذلك عند تفسير القرآن الكريم وكذلك عند توضيح الأحكام لابد من استقراء كل الآيات التي في مجال واحد وفي مكان واحد تؤتى بها من القرآن ككل ثم تفسر فإن كانت لفظة مجملة في مكان تكون مفصلة في مكان آخر أو مبيّنة في مكان آخر وإن كانت مطلقة في مكان تكون مقيدة في مكان آخر ولابد من الجمع بينهما ولذلك في مقولة أقولها سريعا للإمام الشاطيبي في الاعتصام يعني على الذين يأخذون آية أو نص سمى دليل ويحتجون به في قضية ما وهذا النص فيه نصوص أخرى هذا النص من الممكن أن يكون عاما وفيه ما يخصصه أو مطلقا وفيه ما يقيده فقال يعني هذا كالذي يأخذ اليد وحدها ويطلب منها أن تتكلم اليد وحدها لا تتكلم لازم يكون الإنسان كامل حتى يتكلم فالذي يأخذ آية أو حديثا بعيدا عن سياقه بعيدا عن السياق القرآن ككل يعد كالآية الواحدة فلابد من جمع كل الآيات التي توضح لذا التفسير لازم يجمع كل الأمور ولذا تفسير القرآن بالقرآن يكون أولا فهذا السكنو توضيح للإجمال أو للعموم الموجود في البقرة فأكلوا دكتور في البقرة بينما في الأعراف وكلوا نعم الدخول يكون بعده الأكل لا يكون معه لكن ساكن يأكل في أي وقت يعني الفاء تقتضي التعقيد الترتيب مع التعقيد نعم يعني يدخل أولا يستريح ثم يأكل فكلوا نعم فكلوا بينما وكلوا في الأعراف وكلوا في الأعراف لأنه ساكن ساكن يأكل في أي وقت نعم هو موجود ساكن نعم لأنه ساكن مستقر صحيح لا يحتاج إلى الترتيب لا يحتاج إلى زمن هو ولذا يقول لك متساوقة نعم متساوقان الفعل مع الحرف متساوق معه نعم دكتور سريعا نصف دقيقة تقريبا يعني في البقرة أيضا رغدا ولم يأتي في سورة العراف رغدا في البقرة تعداد نعم وتعداد النعم لابد أن يكون فيه زيادة زائد في البقرة أيضا وإذ قلنا نعم من الله عز وجل لكن في الأعراف وإذ قيلة نعم فقلنا من عند الله عز وجل لابد أن يكون فيه شيء يعني فيه شيء أكثر فيه شيء أعظم فيه شيء أفضل من الآيات الأخرى نعم نعم انتهى الوقت دكتور إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة قريسون التركية شكرا جزيلا لكم أستاذنا بارك الله فيك وفيك ربنا بارك بسكو الختام مشاهدنا الكرام سيكونوا عن فقرة سيرة عالم اخترنا لكم هذا الأسبوع أبا عمر بن العلا شيخ القراءات والعربية نلقاكم الأسبوع المقبل بإذنه تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله أبو عمر بن العلا شيخ القراءات والعربية هو زبان بن العلا التميمي المازني البصري اشتهر بكنيته أبو عمر أولد بمكة ونشأ بالبصرة كان لجلالته لا يسأل عن اسمه فهو من أشراف العرب ووجوهها قرأ القرآن بمكة على سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير وغيرهم وقرأ في المدينة على يزيد بن القعقاع وغيره وقرأ بالبصرة على يحيى بن عمر ونصر بن عاصم والحسن البصري وغيرهم وقرأ بالكوفة على عاصم بن أبي النجود قرأ عليه خلق كثير منهم عبد الله بن المبارك والأصمعي واليزيدي ويونس بن حبيب النحوي وسيبويه وآخرون أحد القراء السبع أو حد أهل زمنه برز في الحروف وفي النحو وكان من أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب وقد انتهت إليه الإمامة في القراءة بالمصرة نقل ابن خلكان عن الأصمعي تلميذه قوله قال أبو عمر بن العلاء لقد علمت من النحو ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب لما استطاع أن يحمله وقال أيضا سألت أبا عمر عن ألف مسألة فأجابني فيها بألف حج مدحه الفرزق ورثاه بن المقفع بأبيات أو ردها بن خلكانا في وفيات الأعيان توفي الإمام أبو عمر بن العلاء رحمه الله سنة أربع وخمسين ومئة من الهجرة بمدينة الكوفة أيام المنصورة عن عمر مناهزه ستا وثمانين سنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة